موسيقى نشرة تاسعة عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين هولوند يؤكد مقتل ثلاثة جنود فرنسيين في ليبيا إدانات محلية ومظاهرات في عدد من المدن تنديدا بقصف الطيران الفرنسي في بنغازي شورى ثوار بنغازي يعلن مقتل 12 شخصا من العالقين في منطقة جنفودا غرب بنغازي في قصف لطائرة أجنبية دون طيار المجلس الأعلى للدولة يؤكد ضرورة الانتزام الكامل بالاتفاق السياسي حزمة واحدة ويقول أن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين يتطلب التمسك بالاتفاق أهلا بكم قالت وكالة بشراء الإخبارية نافذة الإعلامية لسرايا دفاع عم بنغازي إن 13 عنصرا من قوات السرايا قتلوا جراء قصف مكثف على منطقة المقرون وأوضحت الوكالة أن القصف كان من قبل طيار أجنبي وعبر صواريخ موجهة بدقة عالية قادرة على إصابة الأليات بشكل مباشر من جهته قال الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة الصاعقة في بنغازي ميلود أزوي إن القوات التابعة لعملية الكرامة تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة المقرون بالكامل بعد اشتباكات عنيفة مع سرايا دفاع عم بنغازي وأضاف الزوي أنهم عثروا عقب دخولهم إلى المنطقة على إحدى عشرة جثة يعود بعضها لمدنيين بينهم عملة أجنبية وأفراد من الكتيبة 133 أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند في مؤتمر صحفي اليوم مقتلى ثلاثة من جنود بلاده في عمليات عسكرية على الأراضي الليبية وأشار هولوند خلال كلمته إلى وجود قوات فرنسية تقاتل وتنفذ عمليات مهمة ضد من وصفهم بالمتطرفين في ليبيا دون أن يحدد أماكن وجود هذه القوات من جهة أعلن وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لدوريان اليوم عن مقتل ثلاثة جنود فرنسيين في ليبيا دون ذكر تفاصيل أخرى بحسب وكالة الأنباء الفرنسية وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من تصريح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول بوجود قوات فرنسية خاصة في ليبيا ليبيا على بعد كيلومترات فقط من السواحل الأوروبية في الوقت الذي نقوم فيه بعمريات استخباراتية محفوفة بالمخاطر لقي ثلاثة من جنودنا مصرعهم في هذه العمريات في حادث تحطم مروحية من جانبي أقرى الناطق باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول في رده على أسئلة صحفيين اليوم الأربعاء أقرى بوجود عناصر من القوات الخاصة الفرنسية في ليبيا القوات الفرنسية الخاصة موجودة في ليبيا طبعا للمساعدة والتأكيد على أن فرنسا موجودة في كل مكان لمحاربة الإرهاب خرج متظاهرون في عدد من المدن الليبية للتنديد بقصف الطيران الفرنسي لمواقع سرايا الدفاع عن بنغازي وطلب المتظاهرون حكومة الوفاق الوطني بضرورة استنكار هذا التدخل داعين إلى ضرورة وقف التعامل مع الحكومة الفرنسية هذا ورفعت خلال المظاهرات عدة شعارات تستهجن محصرة مدينة درنا وقصف أطفالها من قبل قوات عملية الكرامة نحن أهالي صرايا الثوار نحن الناس اللي هجرت من بيوتها وشردوا عيالها وحرقوا حيشينها نحن بنغازي مش هنتخلوا عليها نحن بنغازي بإذن الله مش هنتخلوا عليها نحن الأهالي المهجرين نحن اللي طلعوا من حيشينهم نحن بإذن الله هرد لها بنغازي نحن شباب طرابلس خرجنا اليوم في بداية الشهداء طالب وقف الأدوان الفرنسي على الأراضي الليبية والآن تضحت المؤامرة على شباب طوار ليبيا شباب طوار بنغازي وأثبتت فرنسا أنها لا تحارب الدواعش إنما تحارب الطوار في سياق ذي صلة أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عن بنغازي فرج ساسي رفضه لأي تدخلات عسكرية أجنبية لتأجيج الصراع مطالبا بعثة الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق عاجل حول وجود أجانب في قاعدة ابنيناء التابعة لقوات عملية الكرامة وأوضح ساسي أن تدخل الأجنبية ينافي منصة عليه المبادئ الحاكمة في الاتفاق السياسي والتي تؤكد على سيادة ليبيا واستقلالها وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة أن مهجر مدينة بنغازي يعانون من أوضاع إنسانية وأمنية سيئة مشيرا إلى أنهم يقصفون بالبراميل المتفجرة ويتعرضون لغارات جوية في السياق قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني أن قوات المجلس الرئاسي وقوات خليفة حفتر تتلقيان دعم لوجستيا وعسكريا من عدد من الدول الغربية مضيحا أن قواتهما تخوضان معارك ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا وأفاد سيالة في تصريحات صحفية لراديو سوا أن الدعم لا يتعدى مهمات التدريب وبعض عمليات الاستطلاع مشيرا إلى أنه لا توجد قوات بمعنى القوات على الأرض في ليبيا حسب قوله وشدد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني على أهمية توحيد صفوف القوات الليبية من أجل هزيمة تنظيم الدولة على حد تعبيره دان المجلس البلدي لمدينة بنغازي التابع لحكومة الوفاق الوطني تدخل العسكرية الفرنسية في ليبيا معتبرا ذلك خرقا للقوانين والأعراف الدولية فضلا عن انتهاك السيادة الليبية وأوضح بلد بنغازي في بيان له أن القصف الجوي الفرنسي ساهم في إراقة دماء الليبيين وتعميق الانقسام السياسي في البلاد رافضا وصف ثوار المدينة بالمتطرفين ومؤكدا أن ثوار بنغازي هم من دافع على ثورة السابعة عشر من فبراير وفق البيان ودع المجلس البلدي لمدينة بنغازي العالم الإسلامي والعربية والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى سرعة التحرك من أجل وقف هذه الانتهاكات ومطالبا شعب الليبي بضرورة الخروج للتنديد بهذا التدخل هذا وقد أطلق عدد من مغردي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واسما أو هاشتاغ تحت اسم فرنسا تغزو ليبيا وقد تصدر الهاشتاغ مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات فرنسية بوجود قوات خاصة تقاتل إلى جانب قوات حفتر في بنغازي الهاشتاغ لقى رواجا واسعا بين المغردين حيث أكدوا رفضهم لتدخل القوات الفرنسية في ليبيا وطالبوا بضرورة استنكار القصف الجوي لسرايا دفاع عن بنغازي إلى ذلك طالب مفتي ديار الليبية الصادق الغرياني الليبيين بضرورة الخروج من أجل مواجهة الاعتداء الفرنسي على ليبيا موضحا أنه قد ثبت بالدليل مشاركة القوات الفرنسية في محاربة ثوار مدينة بنغازي ووصف الغرياني في تصريحات تلفزيونية بيانات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالبيانات المداهنة لخليفة حفتر وقواته مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي هو من يتحمل المسئولية الجنائية المباشرة حسب قوله وقال الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية سليمان بن صالح إنما حدث في المقرون شيء مؤلم بحيث أن بعض الفرق الليبية المتخاصمة التي تعجز عن المواجهة تستعين أو تعمد إلى الاستعانة بالأجنبي وهو ما تجسد في وجود القوات الفرنسية التي تشارك في قصف سرايا الدفاع عن بنغازي أولئك الذين عندما يعجزون عن المواجهة يستعينون بالأجنبي يستعينوها في فجر ليبيا وفي درنا وهم الآن يستعينوها مع سرايا الدفاع عن بنغازي هذا تدخل السافر من قبل الدولة الاستعمارية الأولى في العالم من فرنسا إلى جانب إحدى القوى المتقاتلة في ليبيا فهي تتدخل لتقتل بشكل تعصفي باستعمالها لأحدث تقنياتها وأدوات دمارها لتمنح الغلبة لفريق أكد مجلس شورة ثوار بنغازي مقتل 12 شخصا من العمالة الوافدة العالقة بمنطقة جنفودا غرب بنغازي وأوضح مركز السرايا للإعلام أن فذة الإعلامية لمجلس شورة ثوار أن طائرة أجنبية دون طيار نفذت غارة جوية اليوم مشيرا إلى أن القصف طال محور جنفودا الجدير بالذكر أن عددا من العائلات النازحة والمهجرة ما تزال عالقة بمناطق غرب بنغازي وذلك في انتظار توفير ممر آمن لها للخروج من مواقع الاشتباكات أكد مركز السرايا للإعلام الجناح الإعلامي لمجلس شورة بنغازي تقدم قوات المجلس باتجاه محوري جاريونس والحضيرة الجمركية وأضاف مركز السرايا للإعلام أن هذا التقدم جاء بعد اشتباكات عنيفة مع القوات التابعة لعملية الكرامة ما أدى إلى انسحاب قوات عملية الكرامة من تمركزاتها في منطقة جاريونس كما أكد ناطق باسم القوات الخاصة صاعقة في بنغازي ملودا زوي مقتل أحد أفراد صاعقة في محور الجوارش إثر سقوط قذيفة هاون وأضاف زوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القذيفة أسفرت عن سقوط جرحين على الأقل جروحهما متفاوتا نقلا على إثرها إلى مركز بنغازي طبي مشيرا إلى استمرار الاشتباكات المتقطعة في محور الجوارشة بين قوات عملية الكرامة من جهة وقوات مجلس شراب ثوار بنغازي من جهة أخرى قال المتحدث باسم غرفة عمليات البنيان المرصوص محمد الغصري إن قواتهم دمرت دبابة تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة كانت متمركزة في الحي رقم اثنين في مدينة سرط وأضاف الغصري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أغلب محاول القتال في المدينة تسودها حالة من الهدوء الحذر مع استمرار حصار قوات البنيان للمواقع التي توجد بها عناصر تنظيم الدولة أفاد المركز الأعلامي للبنيان المرصوص بالعثور على مقبرة جماعية تحوي سبع جثث في باحة أحد السجون التي أقامها ما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة السبعة بمدينة سرط وأضاف أحد عناصر قوات البنيان المرصوص في فيديو مصور أنه تم تحرير ثلاثة مواطنين كانوا معتقلين داخل السجن وجدنا موردة أين معلومة من أحد المواطنين بأن هناك مقبرة وهناك مكان للسجن التعذيب فهمنا قامت اكتيبة بالتحري والبحث ووجدنا المقبرة في داخل المزرعة المقبرة ممكن بيها سبع أشخاص أو أكثر حسب تقديرات نحن هذا وقال عضو المركز العالمي لعملية البنيان المرصوص محمد سويب إن الحذر والترقب سودان المشهد اليومية في مدينة سرط بين قوات البنيان المرصوص وما يعرف بتنظيم الدولة معلل أن أسباب تأخر حسم الحرب ضد التنظيم بحرب الشوارع التي لا تعد حربا تقليدية تنظيم الدولة يستهدف تلغيم الشوارع والمنازل وسيارات وأي شيء يمكن تلغيمها الأمر الذي جعل حركة القوات البنيان المرصوص حركة بطيئة وحذرة ولا تتم إلا بعد التأكد من خلو المكان من المتفجرات ذلك أهم سبب في تأخر حسم الموقف كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد عن أن أعداد مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة في سرط تناقصت إلى بضع مئات إثر تكبد التنظيم ما وصفها بخسائر معتبرة وأكد دانفورد في تصريحات نشرها الأثنين موقع وزارة الدفاع الأمريكية أنه لا مجال للشك كان ما يعرف بتنظيم الدولة أصبح أضعف بكثير مما كان عليه منذ أشهر مشيرا إلى أن أنشطة الولايات المتحدة في ليبيا ضد ما يهدد أمنها الداخلي ومصالحها تتم بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني وأعرب دانفورد عن حماسه لجهود الأمم المتحدة لجمع قوات الأمن التابعة لمجلس نواب والمؤتمر الوطني تحت سلطة حكومة الوفاق مؤكدا أهمية المفاوضات الجارية لتوحيد تلك القوات أكد المجلس الأعلى للدولة على ضرورة الالتزام الكامل بالاتفاق السياسي حزمة واحدة غير قابلة لتجزئة أو الانتقائية موضحا أن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين يتطلب التمسك بالاتفاق السياسي هذا واستنكر المجلس الأعلى في بيان له ما طرح للنقاش بالملفات في الحوار السياسي الذي عقد في تونس وعلى رأسها الأمور العسكرية مشيرا إلى أن ذلك يعد من صلب صلاحيات المجلس الرئاسي وحده كما أشار المجلس في بيانه إلى أن محاولة بعض الأطراف في استخدام ألية الحوار السياسي لخلق جسم جديد موازن ينتزع اختصاصات محددة وبدعم من فريق الأمم المتحدة يعد تعديا على نص وروح الاتفاق السياسي الموقع في السخرات إن محاولة بعض الأطراف استخدام آلية الحوار السياسي لتمرير مواقف سياسية خاصة عن طريق خلق جسم جديد موازي ينتزع اختصاصات محددة وبدعم سافر من فريق الأمم المتحدة نعتبره محاولة لاستلاب سلطات وتعدي على نص وروح الاتفاق وهو ما يقولنا للشك في نوايا هذه الأطراف وربما مراجعة جدوى استمرار مشاركتنا في أعمال هذا الحوار مستقبلا عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والممثل الخاص للأمم المتحدة مارتين كوبلر اجتماعا وصف برفيع المستوى لمناقشة تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة بحضور ما يزيد على أربعين ممثلا للمؤسسات الأمنية الليبية وبحسب بعثة الأمم المتحدة فقد تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه إنشاء المؤسسات الأمنية وتعزيز البنية الأمنية الليبية المؤقتة فضلا عن إيجاد عملية لتحسين الأمن خاصة في العاصمة ترابلس مع وجود دعم قوي لمجلس الرئاسة في دوره كقائد أعلى للجيش من جهة وصف كوبلر الاجتماع بالبناء مبديا إعجابه بالأفكار التي طرحت خلال الاجتماع هذه النشرة ما زالت متواصلة وفيها بعد فاصل عودة مطار معتيجة إلى العمل بعد إغلاقه مؤقتا ظهر اليوم بقرار من وزير المواصلات المفوض بسبب توقف منظومة التفتيش الأمني هولاند يؤكد مقتل ثلاثة جنود فرنسيين في ليبيا إدانات محلية ومظاهرات في عدد من المدن تنديدا بقصف الطيران الفرنسي في بنغازي شورى ثوار بنغازي يعلن مقتل 12 شخصا من العالقين بمنطقة جنودا غرب بنغازي في قصف لطائرة أجنبية دون طيار المجلس الأعلى للدولة يؤكد ضرورة الالتزام الكامل بالاتفاق السياسي حزمة واحدة ويقول أن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنيين يتطلب التمسك بالاتفاق ألم بكم مجددا أعلن المكتب العالمي لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني عودة مطار معتيقة إلى العمل بعد قرار من وزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق بإغلاقه مؤقتا ظهر اليوم وأرجع المكتب العالمي لوزارة المواصلات عبر قناة ليبيا لكل الأحرار سبب إغلاق مطار معتيقة إلى تعطل منظومات التفتيش الأمني التي تعد رئيسية لتشغيل الحركة الجوية وحرصا على أمن وسلامة المسافرين في المطار وقد أصدر الوزير قرارا بإيقاف العمل فيه كما نوه المكتب العالمي لوزارة المواصلات إلى أن مطار معتية قد أغلق ظهر اليوم لمدة محدودة وقد عادت حركة الملاحة الجوية حاليا إلى العمل من جديد قال مدير مكتب الإعلام بمصر في ليبيا المركز عصام العول أن الحل الوحيد لإعادة الدولار إلى سعره الطبعي بعد ارتفاعه إلى أكثر من خمسة دنانير ليبيا هو إعادة إنتاج النفط والغاز وأضاف العول لقناة ليبيا لكل الأحرار أن ليبيا تمر حاليا بمرحلة عصيبة من تاريخها تتطلب اتخاذ مواقف جريئة وقرارات حاسمة وتحكيما للعقل بدل العاطفة وصولا إلى بر الأمان عبر توحيد المؤسسات السيادية التي تتبع لحكومة واحدة وترشيد الإنفاق وتحصيل الموارد السيادية طلبت لجنة تغطية الاعتمادات بمصرف ليبيا المركز في ترابولوس الشركات الموردة عن طريق الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل طلبتها بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة من قبلهم ووضع آلية مناسبة لتوزيع السلع تضمن وصولها للمواطن بالأسعار المناسبة وأوضح المصرف عبر صفحة رسمية على فيسبوك أن اللجنة بحثت مع مدري المصارف التجارية واتحاد غرف التجارة والصناعة سير تنفيذ الاعتمادات المستندية المفتوحة والموافقات التي تمت للتوريد عن طريق المستندات برسم التحصيل وأضاف المصرف أنه تم خلال اللقاء مناقشة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الموردة عن طريق الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل وطرق معالجتها في ظل غياب دور الأجهزة التنفيذية المختصة قال المتحدث باسم شركة الخليج العربي عمران أزوي أن عمليات تصدير النفط قد استؤنفت اليوم صباحا بعد أن تم فتح ميناء الحريقة الذي كان مغلقا لأكثر من عشرة أيام وضف الزوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن باخرة شحن دخلت اليوم إلى ميناء الحريقة شحن على متنها حوالى 600 ألف برميل نفطي لفائدة إيطاليا وأكد المتحدث باسم شركة الخليج العربي أن إعادة تصدير النفط خلقت ردود فعل إيجابية في الوسط الاقتصادي حيث ستساهم هذه العمليات في إنعاش الاقتصاد الليبي الذي يعيش أزمة حقيقية مؤخرة وجه رئيس قسم الكلا المكلف بمركز بنغازي الطبي عبدالله بعوينة نداء عاجلا لتوفير مواد غسيل الكلا في مركز بنغازي الطبي ومركز الغسيل بالليثي وقال بعوينة إن المواد المتوفرة في المركزين تكفي حتى يوم السبت القادم كأقصى مدى مشيرا إلى أن عدد من سيتضررون جراء نقص المواد يفوق 250 مريضة وأضاف بعوينة أنه كان من المفترض أن تصل شحنة إلى ميناء طبرق اليوم إلا أنها لم تصل حتى الآن أطلقت جمعية الهلال الأحمر لبيفرع طرابلس اليوم حملة لتبرع بالدم بالتعاون مع مصرف الدم المركزي في طريق الشاطئ وجهاز الطوارئ والإسعاف بطرابلس وذكرت جمعية الهلال الأحمر عبر صفحة رسمية على فيسبوك أن الحملة ستستمر على مدار يومين انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا في ميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس عبر وحدة متنقلة للتبرع بالدم وقالت الجمعية أن الحملة شهدت إقبالا وتفاعلا كبيرين من المواطنين الذين أقبلوا من مختلف الأعمار على التبرع بالدم قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أن أصنافا من الدواء سرقت من مخازن الدائرة الباردة الموجودة بمنطقة تاجراء ونوهت إدارة الصيدلة والمعدات والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة إلى عدم تداول هذه الأدوية من خلال قنوات البيع كما طلبت بضرورة إبلاغ الجهات الأمنية بالخصوص وقبل الختام إليكم تذكيرا بعنوين النشرة هولوند يؤكد مقتل ثلاثة جنود فرنسيين في ليبيا إدانات محلية ومظاهرات في عدد من المدن تنديدا بقصف الطيران الفرنسي في بنغازي شورة ثوار بنغازي يعلن مقتل 12 شخصا من العالقين في منطقة جنود غرب بنغازي في قصف لطائرة أجنبية دون طيار المجلس الأعلى للدولة يؤكد ضرورة الالتزام الكامل بالاتفاق السياسي حزمة واحدة ويقولون تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنيين يتطلب التمسك بالاتفاق ختم النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة